هتقف على رجلك من تاني وهنقولك ازاي تتعافي من علاقة صعبة من علاقة سامة انت مش كنتش قادرة تخرجي منها تتعافي ازاي ابتدينا من اول خطوة الانكار الانهيار تالت نقطة الاختيار الاختيار يا دكتور احمد اختاري بقى تكملي في الانهيار زي ما انت وتعودي تندبي حظك وتلومي نفسك وتجلد في ذاتك ولا تختاري انك تطلعي بمكاسب للباقي من حياتك اختاري انت حرة حرة انك تعيشي على ذكرى من حاجات كتيرة كويسة شفتيها فيه تخليكي مش قادرة تحس بقيمة الوحش اللي قابلتيه انت حرة لما تفكري كتير انه هو وحشك وحشك صوته لما كان بيقولك بحبك وحشك صوته لما كان بيقولك هفضل جنبك وحشك رسائله لما كان بيقولك مش هتلاقي ولا هتشوفي في حياتي بعدك بس انت اختاري ان كل دا معدش حقيقة ان هو ما بقاش بيعمل كده يبقى لازم ايض حاشها واكيد هتبقى يعني ايه ايه يا دكتور احمد يتختاري ذكرياتك يتختاري الحاضر بتاعك الحاضر بتاعك بيقوله انه مشغول عنك ذكرياتك بتقوله انه هو كم موجود معاك اه صح اختاري تحبي ايه الحاضر تكملي بوكة عليه ولا تحب تكملي الحاضر بعدين فيه ناس بتفضل في الماضي انت حر قفلة على نفسها وعايشة في الماضي الحلو يجي لها ايه يجي لها اكتئاب بس خلاص تتعالج منه وتقف على رجليها وتكمل ولا تقف محلك سر وتفضل عايشة في جزء من الماضي عمره ما هيقدمها خطوة واحدة لقدام ودي خطوة الرابعة وفيه ناس بتضيع سنين من عمرها سنين وسنين وسنين من عمرها على امل انه يرجع على امل انه ترجع تاني تحس الاحساس دي على امل انه يتغير على امل وبشوف ناس يعيني احبطت ممكن ضيع من عمرها عشر سنين ولا خمس سنين مضاع عمري برضو دي بقى الخطوة الرابعة يعني دخلنا في الرابعة الاستقرار الاستقرار خد بالك بعد ما انت تختاري احتمال كبير جدا بنسبة تتجاوز الخمسين في المية ان الطرف التاني يفكر يرجعلي